هل من توقعات لتصعيد بالمشهد؟ هذه تبقى الآن وفق التكاهنات لربما إذا ما اقترب المستوطنون من القرى والبلدات الفلسطينية بصورة مباشرة أكثر بالفعل لربما يكون هناك تصعيد بالمشهد الآن نشاهد مئات المستوطنين لربما يتقدمون نحونا بالقرب من مدخل بلدة يتمة التي تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس في محيط حاجز زعترة وعلى ما يبدو بأن أعداد من المستوطنين الذين يرفعون الأعلام في هذه اللحظات يشقون طريقهم من خلال هذه المسيرة باتجاه بؤرة جبل الإصباح وهي البؤرة الاستيطانية التي أقيمت منذ الثاني من أيار على أراضي بلدة بيتا وأدت إلى إشعال فتيل الأزمة الآن عملية الاستفزاز هذه والمسيرة الأعلام سيقابلها الفلسطينيون على الجهة المقابلة من الجبل باستمرار الفعاليات كانت هناك دعوات واضحة تتعلق في عملية إشعال الإطارات المطاطية والتي بدأت مبكرا لهذا اليوم وهناك فعاليات الإرباك الليلي باستخدام الأبواق مكبرات الصوت التكبرات وأيضا رفع الأعلام والمبادرة أيضا بإنشاء سارية للعالم الفلسطيني نشاهد حركة ناشطة للشرطة الإسرائيلية في المكان كما تشاهدون الآن بالفعل تتواصل المسيرة في هذه اللحظات ونشاهد إغلاق جيش الاحتلال في هذه الأثناء عفوا شرطة الاحتلال لمدخل بلدة يتمى وإغلاق على ما يبدو في الجهة المقابلة للانتشار الشرطي في هذه اللحظات للمسيرة إن كان بالإمكان فقط التقدم إلى الجهة المقابلة في هذه الأثناء حيث المستوطنون يرفعون الأعلام الآن بالقرب من مدخل القرى الفلسطينية وتحديدا بلدة يتمى إلى الجنوب من مدينة نابلس هذه مسيرة الأعلام في هذه الأثناء هو من المتوقع حسب المصادر المحلية هناك كان الحديث على أن هذه المسيرة ستتجه إلى البورة الاستيطانية أفيتار لكن خط وسير هذه المسيرات على ما يبدو بأنه عشوائي من قبل المستوطنين كان من المفترض أن تنطلق هذه المسيرات تمام الساعة الرابعة والنصف نحن الآن قد دخلنا الخامسة وربع بالتوقيت الأراضي الفلسطينية وعلى ما يبدو أنها هي استمرار للمحاولات الاستيطانية لحجد الأكبر في المناطق المصنفة جيم لممارسة الاستفزازات المتعلقة بالفلسطينيين نشاهد عدد كبير من مركبات الشرطة الإسرائيلية في هذه الأثناء واستمرار توافد كبير للمستوطنين على حاجز زعترة في هذه الأثناء حيث ترفع الأعلام الإسرائيلية وهذا طبعا يأتي بعد فترة تصعيد كبيرة شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا فيما يتعلق مسيرة الأعلام وكيف كانت مرتبطة بحالة من التصعيد الميداني سواء في الضفة أو القدس أو حتى في قطاع غزة المستوطنون ذاهبون باتجاه طبعا عملية ممارسة الاعتداءات بصورة أكبر وعملية السيطرة على المناطق المصنفة جيم هذا من خلال طبعا منع المزارعين من خلال إقامة البؤر الاستيطانية هناك أكثر من أربع بؤر استيطانية تم إنشاؤها مؤخرا خلال عام في مناطق شمال الضفة الغربية والآن هم يريدون من خلال هذه المسيرة التعويل على الحكومة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق ومنح مزيد من الدعم المتوقع باتجاه إنشاء البؤر الاستيطانية في مناطق شمال الضفة الغربية يعني بأعداد كبيرة حتى هذه اللحظة يتواصل قدوم المستوطنون في هذه الأثناء في منطقة حاجز زعترة إلى الجنوب من مدينة نابلس في هذه الأثناء حيث بالفعل يعني تنطلق مسيرات المستوطنين في منطقة عين الحلوة هناك إشارات ميدانية إلى وصول المسيرة المضادة الفلسطينية إلى منطقة عين الحلوة حيث تجمهر المستوطنون ولا ربما يعني تندلع مواجهات أو قمع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال لإبعاد الفلسطينيين نشاهد كيف هذا هو المشهد الآن على الطرق الخارجية على وجه التحديد فيما يتعلق وشرطة الاحتلال عندما تكون المسيرة مرتبطة بالمستوطنين تشاهدون ما الآن عملية وجود الشرطة الإسرائيلية وعملية تأمين الموقع إغلاق الطرق وإلى ما ذلك عما إذا كانت الصورة مضادة بالنسبة للفلسطينيين كخطوات احتجاج على عمليات المصادرة والملاحقة وعملية هدم المنازل نشاهد مشهد مغاير تماما تختفي شرطة الاحتلال يأتي الجيش الاحتلال وحرص الحدود ويمارسون القمع وهذا بالتأكيد يعاكد على العلاقة التبادلية بين أجهزة الأمن الإسرائيلية وكذلك أيضا المجموعات الاستيطانية بما يدعم طبعا تمرير هذه المخططات والمشاريع الاستيطانية على الجهة المقابلة حيث طبعا تتواصل هذه المسيرة في هذه الأثناء وعلى ما يبدو أن هناك تقدم إلى مواقع أخرى حسب ما نشاهد في هذه الأثناء نعم